اشتركوا في القناة الشيخ آل ثاني مؤسسة ساتوك الخيرية وهي مسجلة بوزارة التضامن برقم ثمانمائة وخمسة وخمسين لرسم البسمة على وجوه الأيتام والمحتاجين ورعايتهم صحيا وتعليميا دون أن يكون هناك هدف للربح أو الشهرة وكانت حريصة على التخفيف عن الأطفال المرضى وقضاء وقت معهم مثل ما فعلت في عام 2013 في زياراتها المتكررة لمستشفى الديمرداش لجراحات القلب للأطفال ومستشفى مجدي عقوب بأسوان وأيضا مستشفى السرطان سبع وخمسين تلاتة سبع وخمسين بالقاهرة لم يقتصر واجبها داخل مصر فحسب بل وخارجها أيضا مثل مستشفى جريت أورمون ستريت بلندن ومستشفى باتون المركز للأمومة والطفولة بجورجيا وأيضا مستشفى الدكتور أحمد قاسم بالسودان دعمت أيضا اليونساف ومنظمة العفو الدولية من أجل الأطفال والعائلات المتضررة من الحروب في جميع أنحاء العالم لدعمهم والوقوف إلى جانبهم وشاركت في فعالية حملة تدريبية نظمتها منظمة اليونساف رفعت شعار الدين لله والوطن للجميع بزيارتها للمساجد والكنائس لمد يد العون والتخفيف عن المحتاجين وامتد عملها لإفريقيا وأوروبا وأسيا فزارت السودان والفلبين وسكتلندا وفي عام 2014 اتجهت لمساعدة الأطفال المحرومين في مجال الرياضة لاكتشاف من لديه مهارة ولا يملك الفرصة لحماية مجتمعها من استجابة هؤلاء المحرومين للانحراف وأقامت بطولة بين دور الأيتام لكرة القدم شارك فيها 16 جمعية أهلية من 6 محافظات مصرية ثم وسعت هذه الفكرة فأقامت بطولة للأيتام والمحرومين على مستوى العالم استضافتها القاهرة بمشاركة أطفال الشوارع والأيتام في عام 2015 بمشاركة ثمانية دول أمام حشد كبير من الضيوف بمختلف فئات المجتمع ونجوم الكرة لمتابعة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة عشر والخامسة عشر عاما تحت أنظار أساطير الكرة في مصر والعالم في مقدمتهم أحمد حسن وحسن شحاتة والنجوم رابح ماجر وعزيز بودربالة وغيرهم من سفراء للبطولة تخطوا المئة سفير وسط تحمل مؤسسة ساتوك كافة تكاليف إقامة الأطفال والضيوف ومنحت شيخ آل ثاني درجة الدكتوراه الفخرية وتم تعينها سفيرة النوايا الحسنة للفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة WFUNF وتمت دعوتها ضمن كبار الشخصيات لحضور بطولة العالم لألعاب القوة لذوي الإعاقة في لندن ونالت مؤسسة ساتوك جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي MBR الجائزة الرائدة في العالم من حيث القيمة وتنوع الفئات لكونها مؤسسة خيرية تم دعوتها من كالارموية السيدة الأولى لجمهورية ليبيريا حرم فخامة الرئيس جورجوية وتم تنصيب شيخ آل ثاني بمنصب نائب رئيس الاتحاد الجورجي للكاراتي ومنحها الحزام الأسود الفخري من قبل الاتحاد الجورجي للكاراتي وحزام MMA أثناء زيارة جورجيا وفي عام 2019 نظمت النسخة الثانية من كأس العالم ساتوك للأيتام في بولغاريا بالمشاركة مع الاتحاد البولغاري لكرة القدم ودعم التلفزيون البولغاري بمشاركة 12 فريقاً مع تحمل كافة التكاليف للأطفال والضيوف المشاركين في مقدمتهم النجم البرتغالي نونو جوميس والجزائري لخدر بلومي والمغربي عزيز بودربالا ووقعت بروتوكول لنقل الأطفال مع مصر للطيران كما احتفلت بيوم اليتيم من كل عام بحضور 500 طفل تعمقت مؤسسة ساتوك ووقعت اتفاقية مع النادي الأهل المصري لتنظيم بطولة لمائتين من الأيتام المصريين واللاجئين السوريين الذين سيمثلون مصر والسوريا في منديال 2020 وكان ذلك في النادي الأهلي بحضور أساطير كرة القدم من جميع أنحاء العالم مثل مانويل جوزي مدرب الأهل الأسبق ونونو جوميس ومانيش وتياغو روبيرو إلى جانب نائب رئيس الاتحاد البرتغالي قامت شيخ آل ثاني بمبادرة خيرية لدعم طاقم التمريد في مستشفيات مصر لمواجهة كورونا بتوزيع المطاهرات والأطقم التي تحمل جيش الأبيض في مواجهة كورونا وتتمتع شيخ آل ثاني ببعض المهارات الأخرى فهي مدرب غواص إنقاذ مرخص ومستوى الصف الثامن في البيانو من خلال توينيتي كما التحقت بمدرسة الطيران في طائرة بولرس بايلت في هيردفرد شاير بالمملكة المتحدة وتهتم بالرماية والفروسية للقفز واحد فاصل أربعين متر شيخ آل ثاني فيد من الأحاسيس الصادقة وكتلة من المشاعر الجياشة